السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليميق يكشف سبب تقبيله رأس قائد المنتخب البرتغالي بي بي كشف مدافع المنتخب الوطني جواد اليميق الذي عوض زميله نايف أكراد في المباراة التي فاز بها المنتخب الوطني على نظره البرتغالي في ربع نهائي كس العالم عن السبب الذي دفعه إلى تقبيل رأس المدافع المخضران بي بي في اللقطة المثيرة التي جرت داولها على نطق في وسائل نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعية وقال مدافع بلد الوليد اللقطة التي أهضر فيها المدافع بي بي ذلك الهدف في الوقت القاتل من المباراة كنت قادرا فيها على فعل أي شيء ولم أتمالك نفسي حتى قبلت رأسه وأضاف اليميق في تصريح له أنه في مثل تلك اللحظات اعتدنا كلاعبين أن نقبل رأس زميل يقوم بإنقاذ محاولة خطيرة لكن في تلك اللحظة لم أشعر بنفسي لقد كان إحساسا رائعا وأنا أقاوم من أجل منتخب بلدي كي يبلغ الدور النصف نهائي من مونديال قطر وختم مدافع الأسود حديثة نحن نعيش حلما جميلا لا نعرف كيف سينتهي فخور بكل ما حققناه ونريد أن نواصل صناعة التاريخ إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر